اشتركوا في القناة من أوجب الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى على المؤمن يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فيجب على المسلم أن يجعل بينه وبين نار الله تبارك وتعالى حاجبا ووقاية وستارا كيف ذلك؟ بامتثال الأوامر الربانية من الله تبارك وتعالى واجتناب النواهي التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى وكذلك الاتزام الأوامر النبوية والانزجار عن الزواجر النبوية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته يعني الحاكم قال والرجل في بيته مسؤول عن رعيته قال والمرأة في بيت زوجها مسؤولة عنهم قال والخادم في مال سيده مسؤول عنه فلذلك كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته حتى وإن كنت فردا فأنت مسؤول عن نفسك فلذلك كلنا راع وكلنا يجب علينا أن نرعى الرعاية المطلوبة كما أمرنا الله تبارك وتعالى تربية الأولاد من أهم ما يجب على المسلم كما ذكرنا وصرح الله تبارك وتعالى بذلك فقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لو تأملنا هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة هذا أمر بالصلاة واصطبر عليها استبر على الصلاة واستبر على الأمر بالصلاة فإنه قد لا يأتي من مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر فواجب على المسلم أن يتابع الأمر بعد الأمر ويربي تربية بعد تربية لا يكسل أو يمل فهذا نوح عليه الصلاة والسلام جلس عليه الصلاة والسلام تسعمائة وخمسين عام يدعو إلى الله عز وجل يدعو قومه إلى الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل رضي الله عنه أرضاه فيصبر المسلم في ذات الله تبارك وتعالى ويحتسب الأجر في تربية أولاده تأديب الأولاد وتربية الأولاد على صالح الأخلاق هذا مما يجب على المسلم وكذلك تعويدهم على القيم والأخلاق الحميدة فالعدل بينهم مطلوب وتربيتهم أيضا على العدل مطلوب وهذا ما كان يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه فهذا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول أعطاني أبي عطية يعني أعطاني هدية من بين إخوانه قال فقالت عمره بنت رواحة اللي هي أمك أنت يا النعمان بن بشير وهي زوجة بشير رضي الله عنه وأرضاه بشير بن سعد فقالت عمره رضي الله عنها بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة قالت لا أرضى حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر وأنه يريد أن يعطي ابنه النعمان حائطا عنده بستانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثله قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم هذا أمر مهم العدل مطلوب فيما بين الأبناء وكذلك تفطنت له عمره رضي الله عنها و أرضاها لأنها لم ترضى أن يعطى ولدها شيئا و أولاد النساء الأخريات لا يعطون من بشير رضي الله عنهم و أرضاهم فكانت متفطنة لذلك حتى تصف النفوس فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه و أرضاه عن عطيته و ردها رضي الله عنه و أرضاه فاصل و نواصل إن شاء الله ذكرنا قبل الفاصل أهمية تربية الأولاد وتعويدهم على صالح الأخلاق و هذا أمر واجب على المسلم و الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم كانوا يفعلون ذلك و من أهم و أعظم ما يطبقه المسلم لنفسه و لولده من بعده أن يأمرهم بالصلاة و يأمرهم بالصيام و يأمرهم بالبر و الإحسان و يأمرهم بصالح الأخلاق و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى و هذه الربيع رضي الله عنها و أرضاها بنت معوذ تقول كنا نصوم أولادنا الصغار كنا نصوم أولادنا الصغار حتى إذا بكى أحدهم صنعنا له لعبة من عهن يعني سوينا لعبة من صوف فأعطيناه إياه حتى إذا أتى وقت المغرب و الفطور فيفطر مع الناس فيكانوا يعودون أولادهم على الصلاة و كانوا يعودونهم على الصيام و كانوا حتى يعودونهم على سائر العبادات هذه امرأة أخذت وليدا لها ولد صغير معها فذهبت إلى الحج و لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت هذا الغلام و قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر بالإحسان إليه و تعليمه الخير و جعله حج بيت الله عز وجل فهذا لك أجر فيه فكانوا يحرصون على صالح الأخلاق و صالح يعني العبادات رضي الله عنهم و أرضاهم كانوا أيضا يتابعون أولادهم و هذا ما نحتاج إليه اليوم بعض الناس اليوم لا يدري عن ولده و العياذ بالله لكن الصحابة كانوا يتابعون أولادهم هذا أنس بن مالك رضي الله عنه و أرضاه كان يخرج لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يوما فمر بغلمان يلعبون هو صبي يعني عمر عشر سنوات اثنى عشر سنة فكان مر عليهم فأحب أن يلعب معهم فذهب و لعب معهم رضي الله عنه و أرضاه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أرسله في حاجة له عليه الصلاة و السلام ثم إنه لما قضى حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته فلما رجع إلى بيته قالت له أمه يا أنس لم تأخرت لم أتيت في ساعة لم تكن تأتي بها يعني الساعة الموعد كنت دائما تجي في الوقت الفلاني فأتيت اليوم متأخرا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني في حاجة فقالت و ما حاجته قال أخبرني ألا أخبر أحدا قالت أكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه القيام أولا متابعة للولد و معرفة متى يدخل و متى يخرج و مع من يذهب هذا كلها أمر واجب على المسلم أن يتابع ولده و لا يجعل الحبل على الغارب كما يقال فإنما يتابعه احتسابا لله تبارك وتعالى و كذلك عودته على صالح الأخلاق حينما أمره صلى الله عليه وسلم بكتمان هذه الحاجة قالت أكتم حاجة رسول الله سلم لا تخبر بها أحدا كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الواجب على المسلم أن يربي أبناءه كذلك كذلك من الأمور المهمة تعليمهم الخير و تعليمهم الأدعية و تعليمهم الأذكار و تعليمهم كل ما ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عبد الله بن عباس فقال له يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فعلمه صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة و معاني جليلة و هو غلام صغير فعلمه هذه المعلومات و هذه الأدعية و هذه الأخلاق فتمسك بها رضي الله عنه و أرضاه و دعا إليها رضي الله عنه و أرضاه كذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه و أرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا بتمر من تمر الصدقة فأخذ الغلام الصغير كان عمره سبع سنوات أو أصغر أو أكبر يعني غلام صغير ولد صغير أخذ تمرت فجعلها في فيه فأخرجها صلى الله عليه وسلم و قال له كخ كخ أما علمت أنها لا تحل لنا آل محمد يعني الصدقة ما نأكلها فعلمه صلى الله عليه وسلم و لم يقل إنه طفل أو إنه صغير أو إنه كذا و كذا و إنما يدرب الإنسان يعني أولاده على الخير حتى يكون لهم عادة يعني في حياتهم فيلتزمونه بإذن الله تبارك و تعالى نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا و إياكم لكل خير و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين موسيقى اشتركوا في القناة